الانسة الراه مخصوش ينسى بأنه راه من اللي يطلب إطلق الصراح بأنه راه هذيك الجيهة والده اللي كتكون في الدماغ دياله هي اللي يبارك عليه راه دائما كيكون عندها واحد سؤال مهم قد تقول انا يا واش نوقف معاه ونعاونه وهو يخرج على برة ويسفل بنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المصالحة علش كيسميوها مصالحة أولا كيسميوها مصالحة لأنك يكون تنازل ما بين الطرفين هذا هو أول شروط المصالحة هذ الزملاء هذو اللي تكلمت عليهم كان سجن كان اللي التحكم وكان اللي أثناء التحقيق وكان 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 إلى غير ذلك ولكن ما ننسوش أنا بعدها شخصيا من خلال تجربة ديالي اللي دوز فيها 4 سنين وبن خلال المخالطة ديال الملفات لأن أنا ما كنتش كان طلع للمحكامة بوحدي لا كنت دائما كان طلع وسط 70-80 سجين كلهم جنايات وعلى مدى 4 سنين شفت وشفت وشفت أمر لك تسهل إنسان أنه يفك المشكل دياله بأقل أضرار اللي شفت اللي كنشوف أنا حاليا هو أنه هذ الزملاء كاملين ركين عوائق خاص من ناس اللي كي ناديو بإطلاق الصراح انتبهوا لها أنا قدي نظر من ناحية القانونية أولا وقبل كل شيء من اللي كي يكون شي ميلف نعروض عند القاضاء بغض النظر بغض النظر كنا اللي قدي قولك أهل القاضاء باين وعينهم فلان وعينهم فلان وهذا 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 بغض النظر من اللي كي يكون وجود طرف مشتاكي طرف مشتاكي أو جوج أو ثلاثة أو أربعة هذا أول عائق ومن هناك تبدأ الخدمة والإنسان خاصه يتواضع مع ذلك الطرف المشتاكي بغض النظر وش مشتاكي بالصح وش مشتاكي كيدي وش مشتاكي وكذا وش مشتاكي وعدو الأدلة وش ما عندوش الأدلة وش ناقص وش ما ناقش بغض النظر ولكن هذي أولى الخطوات اللي كتسهل من بعد الحلود الميلف أما أنت مثلا كتنادي بإطلاق الصراح فلان وفلان 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 يخرجوا فلان هك كتنادي وكينا أطراف مشتاكية بغض النظر هذي راح أول مشكلة قد سيتحقق هو أنه يتفك هذ المشكل الحاجة الثانية وهو أنه المحامين كاللحظة بأنه في هذ المعتقالين اللي كتكون عندهم صبغة شوية سياسة يتم تهميش دور المحامين من اللي كنقول تهميش دور المحامين أش كنقصد به؟ ما كنقصدش به المحامين ما كيدروا الشعور ديالهم إلا المحامين كيخدموا من اللي كتكون الجلسات غدا جاية غدا جاية غدا جاية غدا جاية راهم كيخدموا ولكن كنقول أنا فيما بعد لأن المحامي عنده جوجل أدوار الدور الأول قانوني يتقاتل مع المساطير ومع هذة والمذكرات إلى غير ذلك ويقنع الهيئة ويتكلم مع هذة ويتكلم مع هذة وكذا كيجري مع رصاته أنه باش كيدافع على المتهم دياله هذا الدور الأول الدور الثاني ديال المحامي وهو أنه كيقلب على تخفيف الأضرار وتخفيف الأضرار المحامي كيكون براجماتي 100% بغض النظر على المتهم الانتماء دياله دار ما دار بغض النظر كيمشي كيحاول ما أمكن يفك الأمور والمحامين راهم مقتانعين وعارفين هاتش اللي كنقوله أنا را أي محامي من اللي غادي تقوله أنا تتحكمت بالقد والقد شنون دير أستاذ غادي يقولك في المرحلة الماجئة خاصة وجده شيء يؤثر على الحكم وشن هي الأشياء التي تؤثر على الحكم عادة اللي كتخفف اللي كتأثر على الحكم غالبا كيكون تنازلات ديال المشتاكين أو تنازلات ديال الضحايا أو إلى غير ذلك أو أحيانا كيكون مثلا أنه المتهم كيتعامل إيجابيا هذي درتا هذي ما درتاش هذي ما كينش هذي كين هذي كين هذي ما كينش إذا أنا مغادش نفصل في هذا الدور المحامي را كيعرفوني أنا شنو كنقول هذا إلا بغينا المصالحة أما ديك المصالحة ودك المفراج ديال أنا يعندي فلان وفلان وفلان أطلقهم فتح الباب وزيد فرحناك نطيحه في الباب ديال المزايدة علاش؟ لأنك طلب الصراح المؤقت المتهم ما شي هو طلب إطلاق الصراح الصراح المؤقت ممكن وعنده شروط دياله وبنانه مخصوقة ديك الشروط ويتعامل معها كتكون كبداية أما إطلاق الصراح هكا صعيبة صعيبة الحل ديالها إطلاق الصراح خصوصا إلا كان الحكم نهائي وكان يعني استنفذ جميع الطرق ديال الطعن را كيبقى الحل الأخير هو طلب العفو الملاكي وحتى طلب العفو الملاكي را كيكون مشفوع مسائل تؤثر على الحكم اللي كيكون السينافي أنا من اللي كنت في السيجن كنت كنت كنطلب للناس كنكتب ليهم طلب العفو هم اللي كيطلبوه وكنت كنكتب أنا طلب العفو خلينا من ذلك الجرائم الجنائية والقاتل والمعصب وزيد 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 وكانوا الناس ديال التهريب مخدرات زيد وزيد كنت أنا كنكتب ليهم طلب العفو وهالطلبات العفو مكتش كنكتب غير ورقة لا كنت كندير ما يؤثر على الوضعية ديال الساجل مسائل عملية كنقول له أجل هنا يا عندك شي سنازل ديال الضحايا ولا شي حاجة شوف كيف دير تفاوض قرأة جيبتها نازل جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيبت صريحة بالشرف جيب التذب بأنك مرهد شي كله ما غنيش تخرج ودع تغوت وتقول أنا مظلوم جيب كذا جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيب هذه كله كتشفعه وكتدفعه لماذا؟ هذين هنضرب بشوية ديال الموجة زافر ماذا يكون شي متهم كيغوت كيقول أنا مظلوم أنا تعد دوليات تعسفوليات أنا القامع أنا هدي أنا كذا أنا كذا داروا لي خمسات داروا لي عشرات داروا لي عشرين داروا لي ما نعرف شنا هو الإنسان را مخصوش ينسى بأنه راهم اللي كيطلب إطلق صراح بأنه راه هذيك الجيهة اللي كتكون في الدماغ دياله هي اللي يبارك عليه راه دائما كيكون عندها واحد سؤال مهم هو كالتالي هاد السيد هدا اللي كيقول بأنه مظلوم وبأنه كذا وكذا ومساء ومغايسكتش وبأنه هدي فعله وغدي تركه وكذا وحقه وغدي موت عليه وزيد 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 الجيهة اللي كتكون ضغطة إلا كان شي جيهة راه كتفكر كتقول أنا يا واش نوقف معاه ونعاونه وهو يخرج على برة ويسفل بنا إذن المصالحة رخصها شروط والمصالحة سيقدوها ناس خبراء خلينا من ذيك العواطيف والحماس لا 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 المصالحة رخصها ناس خبراء ناس حتكوا بالواقع كيف يفكروا جميع الأطراف اللي عندها علاقة بالميلف وهذيك الأطراف اللي عندها علاقة بالميلف خاصة كل هالمعاملة ديالها تعامل إيجابي اللهم إليك الإنسان مستعد يمشي حتى الأخر وهذه الوضعية هذه ما كانت منها أنا حتى لشي ساجين ما كانت منها حتى لشي ساجين إذن هنا يا غد نتقل النقطة الثانية هي المصالحة إلا تحقق إلا وقع الإفراج واش غدت تحقق المصالحة ما كان ضنش علاش لأنه الوضعية اللي إحنا فيها راه هي هكوة قبل ما يتشدوا هدو كاملين المصالحة الحقيقية اللي كان أظر عليها أنا هي المصالحة الشاملة هي أنه التوتر ما يبقاش في الطبقة المجتمع ما بالمكونات ديال المجتمع هذه هي المصالحة ماشي مثلا أنا عندي ميول اشتراكية أو لا يسارية نتعاطف مع محيطة ترجمة نانسي قنقر